اسلام هو فعلا البدل مرصع بالألماضة وتكلفت 20 مليون جنيه؟ هو فعلا كلفت 20 مليون جنيه حكاية بدلر جالب 20 مليون جنيه شوف الناس قالت ايه من كم ساعة بس اتصدرت اغلى بدلر جالب مصر لتمنها 20 مليون جنيه عنوين الاخبار وده بعد ظهور مقطع فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي بيكون فيها المصمم المشهور اسلام سعد وهو لابسها ومن وقتها انقسمت الاراء بين المؤيد والمعارض عشان الاستعراضات الغالية دي والتفزيل اللي وضح الفوارئ الاجتماعية في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة اللي بيعيشها كتير من الناس لكن ما كانش اسلام سببها هو الوحده لقد كمان امرتدها بشركته فيطر ايه الحكاية مصمم الازياء المصري اسلام سعد اعلن حسب الفيديو المنتشر على موقع التواصل الاجتماعي عن بدل مرصع بالماس واللي وصفها بانها اغلى بدل في مصر وكمان في الوطن العربي وسعرها حوالي 20 مليون جنيه وده حسب كلامه وكتب مصمم الازياء الشهير على صفحاته الرسمية ان التكلفة الغالية للبدل الرجالي بسبب انها مرصعة بالماس من احدى الشركات الشهيرة وقال انها مش للبيع دي مجرد طحفة فنية فاخرة وتدول المصمم اسلام سعد الفيديو الترويج للبدل وظهر فيه بعض صورها بعد انلبسها وخرج لمجموعة من المعجبين بيسألوها عنها واكد على معلومة انها الاغلى في مصر وان تكلفتها بتكون حوالي 20 مليون جنيه وعشان تطلع بالشكل الانيك ده استغرق تصميمها حوالي 72 ساعة حقق الفيديو الترويج للبدل ملايين المشاهدات وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين وطبعا فيه اللي عجبه وفيه اللي صخر منه وفيه اللي قاله انا باحترمك وبحب شغلك جدا بس مش حاسس انها اوفر اوي وقال حد تاني من المتابعين بصراحة جميلة وبجد شغلك ممتاز ربنا يوفقك وعلق واحد تالت هي حلوة وكل حاجة بس ليه خليت الالماز على البليزر فقط وكنت ممكن تضيف الالماز على البنطلون وكمان على زرير الاميس عشان تقدر تقول انها بدلة كاملة مرصعة بالالماز ومش دي اول مرة اسلام سعد يسير الجدل فمن كم شهر عمل احتفال لزوجته على طريقة فيلم 365 يوم سعادة بحضر المطرب والجسار وصل تكلفته حوالي 400 الف جنيه المفاجأة ان اسلام قال ان متعاون مع الفنان تمر حسني في عمل جديد وانه طلبه يصمم له ملابس فيلم تاج وحفلاته اللي جاية كلها فمحدش يقدر نجاح اسلام سعد وموهدته في تصميم الازياء فيطر البدلة اللي صممها تستحق 20 مليون جنيه قلونا رأيكم في التعليقات